السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ياربكم بخير وسعادة دايما أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب دي قناة مهتمية بعلم وأسرار اليوتيوب والرحمن الانترنت وشرحات برامج ومنتاج وشرحات لكل ما يخص السوشال ميديا إحنا بنرجع قنوات اليوتيوب التي تم تحكيرها الحمد لله رجعنا قنوات كتير الحمد لله رب العالمين إزاي بيتم التواصل معنا لو قناتك تم تحكيرها في رقم واتس موجود في وصف القناة وموجود في وصف هذا الفيديو بترسل عليه وتكتب في بداية الرسالة قناتي مهكرة وإن شاء الله بإذن الله نساعدك في استرجاع قناتك القناة اللي أنا بتكلم عنها النهاردة دي قناة أخت من المغرب عيشة في تركيا كان رد فعلها غريب جدا جدا هي والدتها خلينا نشوف رد فعلهم بعد استرجاع قنواتهم اللي هي كانت مهكرة السلام عليكم والدي سلام عليكم ابني زازك الله خيرا زازكم الله خيرا يا ابني والله يا ابني لدخلت الفرحة لدارنا يا ابني والله زازك الله خيرا الله يطول عمرك ويزيد مدادك الله أكبر الله أكبر جازكم الله خيرا الله يجازك بخير يا رب العالمين شكرا جزيلا شكرا جزيلا يسلموا يديك شكرا 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 كتير كتير قدر ما بشكرك اه والله ما ما فيني اه ما بعرف يعني يعجز اللسانة عن التعبير والله العظيم يعني بفضلك رجعت الابتسامة لوجه والله العظيم هللي اصار لي ثلاثة ايام ما بعرف شو بدي اصوي ما بعرف الكل هون هون بيتركي انا عم بس الناس مختصين بهذه الشغلات ما بيعرفوا ولا شيء الكل عم يقول لي فقط قناتك راحت يعني ما رأى من اك مستحنة ترجعها فالشكر والفضل لالله ولا الك شكرا اه كاردشم اه شك تشكي ودهم الله بعضوصن اه لنا كلنا صالح زوجي عم بيقول لك اه شكرا اليك ويسلموا ايديك الف مبروك ليهم انا مبسوط جدا ان انا كنت لسبب في ان هم يكونوا مبسوطين وان احنا الحمدلله ربنا وفقنا ويرجعنا قناتهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه معاكم الام ديالسوكينا اللي من قناة ساكينا فلوك اللي كان نقول لكم بان نطحنا في واحد الموقف خيب اللي يطيح فيه شي حد يا رب العالمين واحد تلتية متعدبنا بزاف لان ساكينا القناة ديالها تهاكرت لها تسرقت لها بهذا المعنى مشات لها المهم الحمدلله والشكر لله رب العالمين مفضل الله سبحانه وتعالى وفضل الاستاذ المهندس مهندس ليمان ما شاء الله من قناة العلم والتكنولوجيا سبحوا اللي يراها عقل مشا العلم والتكنولوجيا اللي كان استاذ ما شاء الله عليه ومهندس شاطر ما شاء الله عليه ويسلم ايديه من هذا المنبر الله يجازه بخير يا رب العالمين المهم اللهم ولك الحمدل الشكر لله في ظرف هي تلتية مولكن هوي الله شي خمسة وعشرين ساعة ولا ستة وعشرين ساعة باش خدم عليها ما شاء الله والمعلومات كانوا ضعف بزاف اللي اعطيناه اللهم ولك الحمدل الشكر لله رجعنا اليوم رعنا العيد لانه مشي الادسنس هو كل شي مشي الفلوسية كل شي لكن هاد القناة تعبنا عليها وتمحلنا على جميع مشي غير سكينا بوحدها صراحة لكن توصلنا بها مع ناس عرفنا فيها حباب مهم صراحة فيها ديكريات ما ما يسخى بهات شي واحد الحق يقالي لكن بتشكرك ومهندسنا العظيم بتشكرك اليد لأمينة وكنت أمين ومحل ثقة ما شاء الله عليك الله يرضى عنك وخلي لك أولادك يا رب العالمين وتعطينا الصحة وطول العمر من شان نكفيلك هذا الخير اللي عملتي معنا وكمان رجع قناة تركيا مباشر هو كمان والله أخ عظيم ما شاء الله سوري هون بتركيا والله بكاء بكاء على المباشر بس الحمد لله رب العالمين قناته كبيرة بها ميتين وشغلة بتاع المشاركين ورجع له قناته وكان أستاذ عظيم ويظل عظيم ما شاء الله العليا العظيم وشكرا جزيلا جزيلا يسلموا وخليكم معنا أخوتنا العزاز ودعوا معنا وما سخيناش بكم صراحة شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم سوكينا صاحب القناة ساكينا الظلوغ اللي عدد متتبعين دي وليه 40500 متابع اللي هذه خلال ثلاثة أيام تم تهكير واختراق القناة ديالي ولكن بفضل الله وبفضل المهندس مهنس ليمان صاحب القناة العلم والتكنولوجيا شكرا لي بزاف وأخيرا بعد ثلاثة أيام تم الاسترداد واسترجاع القناة ديالي بالفضل دياله ومفضل الله شكرا ليكم بغنبرا نشكره من هذا الممبر هذا شكرا لي بزاف 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 بغنبرا دازو علي واحد ثلاثة أيام من أصعب الأيام في حياتي لأن هذه قناة فقط مش قناة ربحية هي قناة في هذه كريات تعرض فيها على أصدقاء أو أخوات وإخوان صراحة مع رغم أنا القناة ديالي فيها 40500 متابعين ما كان ربحش منها الفلوس ولكن ربحت أكثر من الفلوس ربحت أصدقاء أو إخوان من جميع مختلف البلدان وكذلك فيها ديكريات اللي هاد القناة ديك فيه كانت قسم فيها روتينات كانت قسم فيها فلوغات في توركية كانت قسم فيها أخر مثلا فلوغات مع المتتبعين اللي كيجي والهنايا يعني فيها ديكريات زوينة وغدا تبقى راسخة في الدهن ديالي وفي القلب ديالي وكم بغين شكر جزيرة شكر كنقولها شكر شكرا 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 تسلم الأيادي تسلم الأيادي تسلم الأيادي وشكرا لك على المساعدة مهني سليمان المهندس مهني سليمان من قناة العلم والتكنولوجيا وصراحة لإخوان أي واحد طيح في نفس الموقف ديالي قولها لا طيحشي واحد في نفس الموقف ديالي والحلال اللي طيحت فيها أنا تواصلوا مع الأخ مهني سليمان راهو محل تقاء وغدا يساعدكم بكل مستقية وشفافية وشكرا لكم وشكرا لك ادخلوا على قناتهم من خلال المنشن اللي أنا سايبه في وصف هذا الفيديو وكمان في التعليق المثبت تحت الفيديو ادخلوا عندهم ويبركلهم نص طيبين جدا ويمحترمين فيعني دعموهم دعموا قناتهم ويدخلوا قلولهم ألف مبروك طبعا في قنوات ما بترجحش بعد التهكير أكون صريح معك أو بعد السرقة فالحمد لله رب العالمين ربنا وفقنا ورجعنا القناة دي ولكن كنت هزعل من نفسي جدا لو ما كنتش قدرت أو ربنا وفقنا في ان احنا نرجع القناة الناس الطيبين دول رسالتي بقى التانية اللي أنا عايز أقولها للناس اللي بتقولك ان احنا يعني مفيش مشاهدات احنا نقفل قناتنا يعني مش عارفين نشتغل مشاهدات قليلة مشتركين قليلين مش عارفين نحق شروط اليوتيوب طيب احنا محققين الشروط ولكن الارباح قليلة عايز أقولك ان قناتك دي هي جزء من حياتك حاجة كده انت تعبت عليها شوف لما قناتهم تسرقت ولما قناتهم رجعت شوف كالرد فعلهم ايه شوف السعادة شوف السعادة عليهم عاملة ازاي وانبساطهم عامل ازاي بمجرد بس يرجوح قناة يعني الموضوع بالنسبة لهم كبير جدا جدا وانت تقول لي عايز أقفل قناتي ده ما فيش مشاهدات يا عمي محدش قال لك اقعد لليوتيوب وفقط انك تعيش من اليوتيوب اليوتيوب بيجيب ارباح نعم بيجيب ارباح ولكن بقولكش تقعد لليوتيوب بعمله جنب شغلك علشان تكون انت شغال بتقدم المحتوى وانت ببسوط انا مبسوط ان انا بعمل مثلا بصور اماكن جديدة للناس ان انا بقدم محتوى شروحات حتى بقدم محتوى كوميديا بقدم شروحات ان انا في الاخر بقدم الحاجة اللي انا بحبها الحاجة اللي انا بقدم رسالة من خلال فيديوهاتي وطبعا ما عملش حاجة ولا مخالفة قانونيا ولا انها تكون مخالفة لدنة لازم ان انت تقدم رسالة من خلال هذا المحتوى انت بتحاول ان انت تكون شخص مؤثر بان انت توصل رسالة للناس فمش كل شيء تقعد طول بقى مفيش مشاهدات هنقفل قناتنا هنعمل كذا حب الحاجة اللي انت بتقدمها مايبقاش ان التركيز كله فقط كارباح تم انت بتقعد تشتغل على الفيسبوك وتعمل منشور وتعمل كذا وعمل تعمل مشاركة البوستات موجودة على الفيسبوك وبدو ما تربح منه فانت هنا لو بتربح من اليوتيوب مثلا 10 دولار 100 دولار 150 200 دولار 50 دولار اي حاجة تجيلك من حاجة انت بتصنع عليها فيديوهات قول الحمد لله وحاول تكبر من نفسك وحاول انت تبدع في تقديم المحتوى ولكن ما باش ان انت عندك قناة وبعد ما اشتغلت عليها فترة طويلة سنين او شهور تقول اننا نقفلها علشان ايه علشان ارباحها قليلة علشان ايه علشان مشاهدتها قليلة لا انت جاء داخل فقط علشان ارباح ته فين حبك لصناعة المحتوى فين حبك لصناعة المحتوى ما احنا كلنا بنمر بهذه الظروف هو الناس اصلا الايام دي كل القنوات عندها مشاهدت قليلة ما انت تشوف اللي بيحصل دلوقتي جنبنا وحنا كلنا عايشين اللي بيحصل مشاكل اقتصادية الدول بتمر بيها المشاكل اللي حصلة لاخواننا واخواتنا فبالتاني الحاجات دي كلها بتأثر على المشاهدات الطلبة في المدارس ازمة اقتصادية حاجات كتيرة مشاكل كتيرة اللي ناس بتمر بيها النفسية اللي ناس بتمر بيها فبالتالي ده كله بيؤثر على المشاهدات لو انت داخل على اليوتيوب فقط بغرض ارباح بغرض ارباح فقط ان انا داخل كده اللي هو هيجيلي ارباح قد ايه هيجيلي كام انت كده مش هيجيلك في يوم من اي مشاهدات او مشاهدك تكون قيلة او اي مشاكل تحصل اتقول خلاص ومش هشتغل على اليوتيوب هروح بقى تجري على تيك توك عشان لو عدت بقى تعمل بالثمباشر والناس يدعمني ويبقى حاجة سريعة وخلاص انا مقول تاكش انت من اشتغلش على تيك توك اشتغل على تيك توك وقدم محتوى واطلع بالثمباشر والناس يحط لك هدايا على معلومة انت بتقدمها على حاجة كويسة انت بتقدمها على جاكو على كواي على اي حاجة اشتغل على كل المنصات ولكن اليوتيوب هو منصة المحتوى اليوتيوب هو منصة المحتوى منصات الاخرى يعني بسيط ان انت او قليل من ان انت تلاقي حد عنده محتوى بس انت طبعا اطلع تكلم في حاجة محترمة وقانونية وحلال تمام طبعا انت هتسألني وتقول كيف تم تهكير قناتهم احنا اتكلمنا قبل كده في الطرق التي تؤدي لتهكير قناة اليوتيوب او تهكير جهازك نفسه وكل الحسابات اللي عليه يتم سرقاتها تكلمنا في اكثر من فيديو عندنا قيمة على القناة اسمها استرجاع القنوات المسروقة تمام بس بلكم القيمة دي في وصف الفيديو في الطريقة المثبت يقلبوا فيها قلبوا فيها هتشوفوا كل قناة وايه التجربة اللي مر بيها انا عارف ان في ناس كتير بتهتمش بالكلام ده وتقولوا الناس مثلا احذر او خلي بالك او كذا محدش بيشاهد كتير الفيديوهات دي بس انا يهمني او يكفيني يكون ممكن فيه مصيبة ربنا يبعدها عنه بسبب ان هو شاهد فيديو ويطلع بمعلومة فيعني انا عارف الفيديوهات دي لو انا اهتمامي مشاهدات مش هعمل الفيديوهات دي اصلا هطلع اقول لك زيادة المشاهدات زيادة المشتركين وزيادة الارباح الحاجات اللي الناس بتحبها تمام ولكن انا بحاول ان انا اوصل رسالة للناس علشان محدش يقع في هذه المصائب وهقول لك باختصار برضو هنا موضوع اللي هو تحكير الاجهزة وسارقة القنويات والاشياء دي كلها عندك من الحاجات المنتشرة وهو ان انا ادخل انزل برنامج يكون ليس اصلي من جوجل او من اي مكان يكون البرنامج نفسه ده يكون فيه ملفات خبيثة تؤدي بعد كده انها يتم تحكير جهازك زي مثلا برنامج ادوب بريمير كينماستر فوتوشوب اي برنامج بقى سوى كان للموبايل ولا الكمبيوتر فالمفترض ان انا نزل برنامج يكون متعرف عليه ويكون من مصدره الرسمي حاجة التانية هو موضوع الرسائل اللي بتيجي على الجيميل ان انت يبعط لك رسالة على الجيميل يقول لك ان انت كسبت معنا كذا او اعمل لنا اعلان او كذا يكون فيه رابط تضغط عليه هتم تحكير جهازك من خلاله وبعدها يتم سرقة قناتك واي حسابات موجودة وسرقة فيسبوك وكل الموجود على الموبايل او ممكن الرسالة دي تجي لك على الواتساب تجي لك على المسينجر مهم ان انت في الاخر هتعمل حاجة معينة الهاكر هيتمكن منك من خلال الحاجة اللي انت بتعملها الحاجة برضو المهمة ان انت تكون بتعطي الموبايل للاطفال فبالتالي بيضغطوا وينزلوا العاب ويفتحوا اي حاجة تجيلهم فبالتالي ده ممكن يؤدي لتهكير جهازك وسرقة كل الحاجات اللي عليه المهمة في الاخر ملخص الكلام ان انت اللي بتدي الازن للهاكر ان هو يهكرك بحاجة انت بتعملها كل او معظم الناس اللي هو تم تهكيرهم بيكونوا اصلا ما شافوش فيديو تعليم واحد ما شافوش فيديو تعليمي واحد لحد بيقولهم ازاي تأمن حسابك او ازاي ان انت محدش يهكرك اعتقد بنسبة كبيرة جدا 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 الناس كتيرة بتخش تقولك ان انا اول مرة اسمع الكلام ده اول مرة اسمع موضوع التهكير والحاجات دي انا اول مرة عارف ان انا ممكن اتهكر اصلا ما هو انت سيادتك لو بتشاهد وبتابع هتكون او ان شاء الله ان انت ما تقحش في هذي المصيبة ولكن نتعم نفسنا ونشاهد ليه المحتوى التعليمي بيجيب مغس وبيطول اللودان وبيجيب صداع فخلينا ندور على كوميديا وعلى حاجات تانية نستفيد منها كل واحد بيحدد الطريق بمزاجه وفي الاخر لما تقع في مصيبة ابتزاز الكتروني او ان انت يتم تحكيرك سرقة صورك سرقة فيديوهاتك حد يبتزك بعد كده يتم تحكير جهازك انت كواحدة ست وممكن حد يفتح الكاميرا بتحتك او يسرق صور ليكي صور خاصة ليكي لازم بيأزن خد الازن يخلص وبعدين نكمل اكمل معاكم الكلمتين اللي انا عايز اقولهم ومعالش لو احنا بنطور بالفيديوهات بس احنا المحتوى التعليمي ده اكيد مش هيشاهده غير حد مهتم به فحتى الفيديو لو طويل هو مش هيطعب مننا يعني تمام فاللي انا عايز اقولك عليه ان انت تتعرضي الابتزاز ان انت كنت متعرفة على حد وبدأ ان هو يصور لك واشاك كده ويبتزك بعد كده بالاشياء ديات اما تدي له فلوس اما بيطلب منك حاجات تانية عايز ان هو يعني حاجات اكتر او ان انت يتم اختراق جهازك ويتسرق من عندك صور وحاجات خاصة واشاك كده او ان انت او انت يتم اختراقك باي حاجة تانية ام ابتزاز الكتروني حد يطلب منك فلوس مشاكل ومصايب حاجات كتيرة احنا لنتحملها ربنا يبعد الاشرار عننا ولكن معظم الحاجات دي كلها بتكون بسبب ان انت مش مهتمة اصلا ولم تشاهد مشكلة حد تهرد لها وبالتالي تكون حذر من الوقوع في نفس المشكلة حدد طريقك واهتماماتك بالشكل اللي انت تبغاه بالشكل اللي انت تريده اهتم بالمحتوى التافه اهتم بمحتوى محترم اهتم بمحتوى الهز اهتم بمحتوى حد بيتحك عليكو عمالي اه اشتغلك فيديوهات ليس لها قيمة اهتم باللي انت عايزه في الاخر النتيجة انت لا تحملها انت براحتك انت حر انت مسجل حديدة في ايدك وبتشاهدني او تشاهد غيري او تهتم بي او بغيري انت حر الهم في الاخر انت انت ده قرارك انت ممكن انت تيجي وتقول لي انت مكبر الموضوع مكبر الموضوع يعني ويعم ويحن يعني كل الناس بيتحكر تمام ما فيش مشكلة انا مكبر الموضوع يوم ما هتتحكر رديك تكتب لي تعليق او تبعث لعلواتس ان شاء الله كل اللي بيتحكروا دول او بيتعرضوا لابتزاز الكتروني او اي مشاكل او نصب ما بيكونوش حطين في اعتبارهم ان هم هيكونوا في هذه المشكلة في يوم الايام هم كانوا مفكرين ان هم بعيدين كل البعد عن هذه المصائب ليس من المنطقي ان انت تكون في 2023 وان انت لسه ما انتش عارف يعنيه رابط قناة او ايميل او كيف تؤمن هذا الايميل او كيف يتم الاختراق عيب والله عيب احنا مش في زبن دلوقت اللي هو بعمل اكلة الملوخية وارفحها على اليوتيوب كده وخلاص والله انا ما اعرفش حاجة في اليوتيوب ما اعرفش حاجة في التقنية يا هندزة ما اعرفش حاجة في الكلام ده خلاص ما فيش مشكلة مش انت ما تعرفش هتتحكر ان شاء الله او يحصل لك مشكلة وبعد كده هتعرف ان شاء الله بعدها لازم تعرف انت لازم تعرف مسك حديدة في ايدك او عندك لابتوب اه لازم تعرف تتعامل مع هذه التكنولوجيا او ان انت هتتعلم بغصب عنك خد القرار بنفسك بان انت تتعلم واتطور من نفسك ايا كان مؤهلك ايه في بيسيكس في اساسيات لازم ان انت تتعلمها لازم ان انت تكون عارفها مش معقول ان انت مش عارف تدخل على اعدادات الامام بتاع الايميل انا بشوف حاجات يا جماعة بكلمكم لان انا بشوف حاجات انا بش متخيل ان اللي قدامي مش فهم الحاجة ده في ناس ما تعرفش الفرق من ايميل ورابط قناة اقسم بالله في ناس ما تعرفش الكلام ده بتقول له هات الايميل السردات بيقولك يعني ايه بتقول له انت مأمن بالتحاك بخطوطين يقولك يعني ايه مع ان هو مأمن بالتحاك بخطوطين ما هو قناته مفعالة يعني اكيد فيه تحاك بخطوطين كل القناة على فكرة اللي احنا مرجحها دي مؤمنة بالتحاك بخطوطين اللي هو برقب موبايل ولكن ما يعرفش هو حد عملها له راح لحد اداله فلوس وقال له عمل لي عمل لي كزا يلا عشان نربح هو حاجة واحدة بس اللي عرفها الفلوس الدولارات الدولارات هتيجي ولكن لازم ان انا يكون عندي حصيلة من المعلومات تحاول يعني احاول ان انا يكون عندي حصيلة من المعلومات ان انا اقدر اتعامل مع التكنولوجيا الموجودة انا قلت اللي عندي وكل فيديو باتكلم في الكلام ده تحياتي لكم فيديوهات كتيرة موجودة في وصف الفيديو في التعليق المثبت تفيدك كمنشؤ محتوى على اليوتيوب ما تنسوش تشتركه في قناة الاخت اللي احنا رجعناها اللي كانت مهكرة المنشن موجود في وصف الفيديو وهتلاقي رابط قناتهم موجود في التعليق المثبت تحت الفيديو وهقول لك تاني لو انت قناتك مهكرة هتلاقي رقم واتس وهيظهر دلوقتي قدامك هنا كلمني عليه وقول قناتي مهكرة انما الرد على الاسئلة بيكون من خلال تعليقات الفيديوهات ومن خلال البث مباشر احنا بنعملهم الوقت الاخر تحياتي لكم مع السلام